التمرين 12 اكتب كل من الأعداد التالية في الشكل العلمي الآلة الحاسبة تحل مباشرة هذا التمرين الآلة الحاسبة العادية والآلة الحاسبة العلمية تحل مباشرة للتمرين هناك سبع أسئلة هناك سبع أعداد الآلة الحاسبة مباشرة تعطيك الجواب اللمسة المخصصة لهذا الجواب هي هذه هذه اللمسة هذه اللمسة تعطيك مباشرة الجواب تكتب العدد ثم تضغط هذه اللمسة فتعطيك مباشرة الجواب engine ما يهمنا كيف نستعمل الرياضيات رياضيا بدون آلة حاسبة إذن طريقة تكنولوجية تكلمنا عليها بالآلة الحاسبة كيف نستعمل الرياضيات وخواص القوى والتعريف الكتابة العلمية الأعداد هي هذه والكتابة العلمية هي هذه العدد 1.7 محصور بين الواحد والعشرة أقل أكبر أو تسابي الواحد وأقل تماما من العشرة هذه الشرط الكتابة العلمية هذا العدد محصور بين الواحد والعشرة محصور بين الواحد والعشرة إذن هذه الثلاثة كيف أضيف لها أو أنقص لها حتى تتحرك الفاصلة نحو اليسار نكون 1.24 نضرب في عشرة ونقسم على عشرة نضرب في عشرة قوى واحد ونضرب في عشرة قوى نقص واحد عشرة قوى واحد وعشرة قوى ثلاثة وعشرة قوى ربعة وعشرة قوى نقص واحد تحرك الفاصلة نحو اليسار مرسبة واحد نفس الشيء هنا هذه عشرة قوى نقص ثلاثة هي نقص اثنين نقص واحد نقص اثنين تحرك الفاصلة هذه نحف فاصل سفر تحرك الفاصلة مرتبتين المرتبة الأولى مرتبة الثانية وتبقى نقص واحد بالنسبة إلى هذا العدد كيف أحصل على عدد محصور بين الواحد والعشر هو ثلاثة فاصل ثمانية كيف أحصل عليه لو أقسم على عشرة إذن أقسم على عشرة فيكون ثلاثة فاصل ثمانية وأضرب في عشرة العشرة دي عشرة أس واحد واحد نقص لا تنقص اثنين كذلك من هو العدد المحصور بين الواحد والعشرة هو اثنان فاصل ثمانية وخمسون كيف أحصل عليه أضرب في عشرة إذن نضرب في عشرة ونقسم على عشرة ولا نضرب في عشرة قوة واحد في عشرة قوة نقص واحد عشرة قوة نقص واحد أحتاجها هنا وتبقى لي عشرة قوة واحد إذن هذه العشرة قوة اثنين تحرك الفاصلة مرتبتين تكون خمسة عشرة وسل ثمانية وهذه عشرة قوة واحد تحرك الفاصلة هنا تكون خمسة عشرة وسل ثمانية نحتاج عشرة قوة نقص واحد في عشرة قوة واحد عشرة قوة واحد هي التي تحرك الفاصلة نحو اليمين وتبقى لي 10 قوى نقص 1 نقص 1 زائد 2 هي الواحد نفس الشي هنا من هو العدد المحصور بين الواحد العشرة وواحد فاصل كيف أحصل عليه بالقسمة على 10 نقسم على 10 ونضرب في 10 نقسم على 10 ونضرب في 10 10 قوى 1 و10 قوى 2 يكون 10 قوى 3 ولما نقسم على 10 إذن في الحقيقة هناك حيلة وهو حيلة ذهنية ما هو المطلوب؟ المطلوب هنا 17 17 استخرج منها عددا محصور بين الواحد والعشرة كذلك هذا العدد استخرج منه عدد بين الواحد والعشرة نطرح للسؤال كل مرة عندما أجد العدد أنظر كيف أحصل عليه بهذه الطريقة إذن إنشأت تطبيق رياضيات إنشأت استعمال الألة الحاسبة بهذه الطريقة ينتهي التمرين إذن في الحقيقة تطبيق رياضيات تطبيق رياضيات اشتركوا في القناة